بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدين السمة هي أم الأمراض وهي الهاجس اللي بيطارد كل ست وكل راجل على وجه الأرض سواء تخين أو رفاية بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدين السمة هي أم الأمراض وهي الهاجس اللي بيطارد كل ست وكل راجل على وجه الأرض سواء تخين أو رفاية أو عايز يخس رفاية وحتى مش عايز يدخن وعايز يحافظ على جسم واحد من الدكاترة اللي له باع طويل جدا في عالم التخصيص ومش أي تخصيص تخصيص الأوزان التقيلة اللي لما تشوف الوزن قبل وبعد تقول ده أكيد عمل عملية أو أكيد عمل حاجة لكن تكتشف أنه الحقيقة هو خاص يعني برجيم طبيعي جدا ما فيهوش أي تدخل لا كيماوي ولا مشرط ولا أي حاجة دكتور ماجد زاتون استشاري التخلص من أمراض السمنة الحقيقة مش بس دي التقديمة اللي أنا عايز أقدمها لكن هو له باع طويل في التخصيص وأنا ليه باع طويل في دكتور ماجد زاتون الله يخليه والله زمان والله زمان يا دكتور وإحنا عدنا سنين طويلة نطلع للهواء مباشرة ونخصص الناس على الهواء والله العظيم ودي يمكن ما حصلتش في تاريخ البرامج ونا نكتب رجمات كل أسبوع كده لحد الناس فقالوني طب ليه رجمات موطلهم يعني خلاص يعني لا لا ما فيش خلاص بحنا محل دهوم الحال بس لا إن شاء الله نرجع زي الأول وأحسن نفيد الناس ونخش بيوتهم كده وهم عاديين في بيوتهم نخسسهم ونطلعهم من أفصل دهنة دايما اللي بقول محبوس فيه أفصل ربنا لا وريك صحيح يا دكتور نفسيا تضغير لو خسط الحياة تضغير السكت بيروح الضغط بيروح كروسترول الحياة الوردي صحيح طيب أنا هبتدي معاك هيني مبدأ معاك من الأول خالص أول مرة ولو إننا خمس سنين ساعدنا في تخصيص ناس كتير الحمد للشاشة برجمات من الشاشة ويمكن هو الوحيد اللي بيطلع كل أسرار العيادة على الشاشة بيقول كل حاجة كده أقول كل حاجة المفاعلة انت حقيقة يعني بصي ربنا يدينا لأدي نيتنا طول ما أنية طيبة معايا فربنا بيوفق وبيزيد إن شاء الله كل خير دكتور ماجد زاتون لسمنا صحيح يا أم الأمراض طبعا لكن التخلص منها شيء عند ناس كتير صعب جدا المشوار يكاد يكون مستحيل بالنسبة لناس كتير لكثير ناس بيعتقدوا كتير بتدخل الرجيم وتخرج منه ممكن تخص شوية وترجع زي الأول كلمة صحيح يعني إيه تخلي حد يستمر لغاية ما يخص 50 و60 كيلة هي الفكرة كلها طبعا طبعا تخفيب عند الله سبحانه وتعالى وربنا بسبب الأسباب يعني أنا هكون قمين معاك جدا زي ما تعودنا دي أنا بيجي لي عشر عينين لو افترضنا النهاردة جالي عشر كشفات خمسة منهم اللي بيكملو شوف أنا أقولك مجلز أتون العظام اللي هي سمعة ومفروض وجيماتي نكحة وعلاجاتي يعني قصة كده منزومة نكحة للناس عارفنا الخمسة تانين من تاني إذن ما ما بيشوفهكش معايا هي الفكرة كلها الشخص اللي بيجيلي بيبقى عنده امراض سكر ضغط كروسترول وزنه وصل من 160-70 كيلو محبوس في قفص من الدهن او مكنش قبر من الدهن حالة نفسية زي الزفت وده بيحصل واشا عايز احكيلك بس عشان الوقت البرنامج حالس شايف اول مبارك خاصة معي من 155 وصل معي 115 فقعد معي كان اول مبارك في الايادة بكى هو امراض ان طلعتني انا كنت عايز اخش قط العمليات مش عشان اخس قبل مجيلك معي انا مجليش عامل عملية وخاصة معي ل450 كيلو في 45 شهور ولسه بتكمل طبعا انا كنت عايز اخش قط العمليات عشان اموت ان حياتي انتهت يا دكتور ماجد في الوزن كان 160 كيلو او 155 مع امراض الدنيا ازاي يا دكتور ماجد ربنا يبركلك احيتني اما وصلت من 155 ل 115 في خلال 3-4 شهور بس انا فاهم عشان اوصل حاجة زي كده بقابل العيان من اول مقابلة ده السر بقولك يا اول مقابلة تبقى نكحة جدا بكل الخير ممكن اقدمه للعيان ان انا احبها سابورتي ليك وحداعة عامك وسند ليك وحد اواجهك التوجيه الناجح ان اشغل بالبلد كده مكان يقعد يكسر فين في الدونة 14 ساعة خلاص ايه بقى ممكن اول بخبرة سنين طويل وتوفير من عند راس حوانة تعالى ان عندي التالنت ان اشغل مكان 14 ساعة من غير ما يوقف ولا الجسم حيزبت بعد شهر ولا الجسم حيرجع تاني والنزول بصحة ومن غير مضاعفات وانا امين في ان انا بقوله بصرح حقيقال فبدي المفروض المنظومة انك حاجة جدا في التغذية اللي بديها في التلفزيون يعني فاكرة حلقات طبعا فضل انما برضو في حاجة اسمها جوع في حاجة اسمها لايف ستايل واحد متعود يأكل في اي وقت في اي كده انت ازاي بتنقله من اللايف ستايل بتاعه اللي هو يطلب جنك يطلب دليفري يأكل برة معرفش ايه لللايف ستايل الصحي جدا الصارم بتاعت انت عندك لايف ستايل صارم وصحي والله بصارم اوي برضو انا اتغيرت شوية يعني لا لا انت كنت بتاني المقرر بشامل وحاجاتك لا طبعا دلع يعني اه هي الفكرة كلها بص يعني انا مش عايفة يعني هي ساعة يعني انا شخص قدامي انا مهمش عندي ارادة يعني انا ممكن حتى ممكن اوصل لمرحلة اقولك يا حبيب قلبي دايما يقولي بس انا عادي سروح دكتور ضايت يكون انا عادي يكون عنده رغبة بس رغبة ومحتاج الدكتور ماجد او اي دكتور ناجح في شغله اني حيوجهني صح حلوة اوي انا مش عايز ارادة انا عايز رغبة عايز رغبة يعني موضوع بعد خبرة سنين بقيتش موضوع ارادة بالنسبالي انا جاهز انا بستخدم علاجات نكحة كمنظومة علاجية نكحة اوي بتساعده تزوقه بقيت حاجة اصلايا بيه بدون مبالغة مش عايز على بالة فلا انا بقولهولك فاهم مثلا مريض السمنة مثلا شهيته مفتوحة وحجم المعدة كبيرة فحاجت بالدوة بس مش حاجت بالدوة اللي بيشتغل على المخ اني فاهم لو انا حاجت بالدوة يشتغل على المخ ما زي مادة ساعدة سوبراطيومية هيدوكسومنوهيدريت او انفيتامين او الفيترة اللي ترفع ضغط الدم وزو ضربات القلب يبقى يزموه وحشوفه محيجيه مش حيجيه انه دطول ما تسبب لي ايه مضاعفات انا في غنعانف فبكت بالدوة عبارة عن سكر بعض نظر عن التركيب يدي احساس للجسم انواق السكر 24 ساعة بلا ركت ان انا بديل ايه الاطفال الصغارين لو شفت بقى لحالات الجاية حاجبلك اطفال خسين 40 كيلو ماشاء الله والناس بكل دكاتة يتخافوا تعاملوا مع اطفال لاني محارب نموه وسنه صغير وخاف يتعامل معه لا انا فاهم كبانزو وما نجحة قدي رجيم نجح لاطفال وزاي عمل الكنترول على طفل انه ما يحسش نجعان انه ما يديله دوة فيه سكر يدي احساس للجسم انه واكل سكر فيام ايه دي احساس بالشابة يا دعاء ويام نعمل سويت جريفنج او انها من الاكل تمام انا فاهم مرضي السمنة انه مش هيجوع ليه انه يتدول بطوله وفي نفس الوقت الكل ساعة باك كيلو انت فاكر الرجيمات كنت بديها فطر كامل غدا كامل عشاء كامل فاكهة بعد كلها وقتلات خلاص وغازة رايب ما انا فاهم دا من اللي بداية صح ناية صح انا حاصل انا تفكيري كدكتور ماجر انه عايز ابني عمارة 100 دور مش طرق 4 دور بس عايز ابني 100 كيلو بس يكون عساس صح طيب واحد فوق 120-130 كيلو جاي لك ممكن تخسسه في اول اسبوع قد ايه حاولك حاجة كلمة الاوزان الكبيرة انا بجي لها اوزان فوق المتين كيلو انا حتى جايب لك حالات النهاردة فوق المتين كيلو فوق المتين كيلو الله اكبر بسم الله ما شاء الله ولا حاولها قوة الا بالله اصدفات مش هحصل انا عندي كلمة باكت ملازمة لك ساعة انا بقصها سواء اقول انا بنزلها ازاي والحالات دي بحسن التوفيم لعند رب الحمدول همو نعمل حقا يعني يا جايز انا مرشد جايز بس هو التوفيم فعلا عند رب لو انا بتكلم بأمان ودعوتهم بصرح طب جميع اه طب الله يرحم موجودة موجودة الحمد حبيبتي بابا بابا هو اللي كان اه بابا اللي توف اه يا حبيبي انا فكرة ومعرفتش اوصل للعزب لا والله اي دعوتهم اه يا حبيبتي ربنا يبارك فيها ربنا يجعل الشيف على ايديك يا ماجد يا ابنة عظيمة ربنا يبارك فيها اه يا رب اسمها حبيبيت قلب المهم اللي عايز اقول انا عايز اقمنه من اول ما اصبح اقوله ان الحد ما ينام ولا جوع ولا هبوط ولا دخل ولا اصدع ولا امساك ولا السكر ايه اللي في الدم ولا معادر حيضعف ولا الشعر يقع ولا الصمار تاعتقو ده اللي بعمل يعني انت لو بشوف الحالات دايما يدعي بسم الله ما شاء الله الحمد لله ورب العالمين انه بينزيله ومهما هننزله معايا حتى لو 100 كيلو تلاقي الوش احمر ما فيه الصمار ما فيه خدود مش نزلة الجلد مش دود ما فيهش تراهولات وتوفيب عند ربنا سبحانه وتعالى تمام فانا فهم كمنظومة غزائية ما بكلمش على علاجات انه يكون دايت متكامل متوازن غني في مكوناته في نسبة قليافة عالية يدينا كده حتى اول اسبوع ممكن ينزل والله حسب وزنه وزنه كاما انا اقولك ينزل فوق المية و30 كيلو 130 كيلو اول اسبوع 6-7 كيلو ده لو عايز 6-7 كيلو في اسبوع في اول اسبوع بس خليك ان اول اسبوع بتقيم بالنسبة لأسبوع التاني النسبوع الاولاني 7 كيلو نصوم مياه دوع لو انا امين في اللي انا بقول فعشان كده دايما حتى دايما في رجيماتي بس اقصد انه 6-7 كيلو في اول اسبوع دول مشجعين جدا لأ بصي انا بحس العين كسبته في الاسبوع التالت والله اول رابع اه يعني انا بحس خبرتي انا فرنسة العيان معايا في الاسبوع التالت لما يبتوز يهبط خالص اه اني فاهم برضو في نقطة انزول اول اسبوع تاني اسبوع سهل والعين بالاورد باورد كده دكتور ما كتبعنا اروح تخسيت اول اسبوع خمسة كيلو معايا الدكتور طالب الشطانتي في اول شهر الشطانتي في الشهر التاني والتالت والرابع دايما اغلبية يعني اغلبية الناس بيخسوا في اول شهر وبتلاقي اللي هو 5-6 كيلو جسم في دا يزبط والكل ما المتعرف فيه عند كل الدكاتة اصي دا البلاتو دا الطبيقية انا معانيش كلام خلص انا عايز اركب مكان يشتغل 24 ساعة يقعد ينزل من 100 كيلو طيب ساعة انت حقيقة ذكرت انه الاطفال دا صعب جدا وابتبع الامة مش عارفة تسيطر كبار السن يقولك انا الحرق عندي وقف خلاص يعني فيه شوية حاجات كده مفهومات مفهوم اه مفهوم في دماغة الناس يقولك كبير السن دا الحرق بتاعه وقف الطفل الصغير صعب جدا يخسه صعب السيطرة عليه يعني الاوزان العالية كبيرة اوي المعدة استحالة تصغر لوحدها لازم تتقص او يتعامل فيها عمليات هترد على كل هو الفكرة كلها زي ما أعطيك فكرة زي ما كنت أقولك يا دوعة طماما نفس داخل ونفس صالح تخس فكرة ما كنا بنقدم رجمات في التلفزيون كانت صادق بار في السن يخسوا من 50 كيو 60 كيو حتى ما كنتش بشوفهم في العالم مجرد بس رجين اللي كنت بديه كل مسبوع هي الفكرة كلها زي ما أعطيك هي خطة لمعرفة طبيعية في السيولوجيا بتاعت الدهون عشان يخسر خلايا دهنية لازم أخطيك تلات واجبات لازم فيه فكرة بعد كل واجبات بساعتين لازم تلات ثوابت السياد الميكانة بتاعتها عشان يععمل حاجة يسمعها تكسير الخلايا الدهنية وحل الخلايا الدهنية وصغر كمياتها وحجمها وخس العين بالمئة كيلو معايا ورب الكعبة لازم يخطيك تلات واجبات ورب الكعبة ميضاش يشيل واجبة لأنه لو شيل واجبة معدل حالتي دي يوقف السكر هيئل في الدم جسمه بيطلع هرموني يخز الواجبة اللي بعدية يروح ملبسني أنا هو في حيطة عشان كده قلتلك الفكرة كلها ما احترامي يعني رغم أن لديها سمعة طيبة آه يعني حيكت دايما تمسك في الموضوع أنه ينام من غير عشاء إزاي أنا ننام غير عشاء أنا قلت لا يعني تمسك أنه إزاي آه إزاي أصح العكس إزاي يسيب العشاء وهو الناس متخيلة إنه هما لما ما يتعشاش كده هو هيخص أسرع فكرة دعاء ما بقولك هي الفكرة هقولها بقى برضو بأمانة وربنا هي يعلم يعني أنا ممكن يجيلي حد معي قولي يا دكتور ماجد أنا عادت معاك شهر ما خسيتش كيلو واحد رغم أني سمعت أني أنا بنازل أول شهر 12-12 كيلو معايا فأنا فهم على طور رغم أنه هو بيزعل مني إنه مش ماشي صح أقول الأكلبات أقول له ما شهدش واجبات بيشيل واجبة أقول له فاكهة بالواجبات يخد بفاكهتين أقول له طيب خلطه جذب من كل واجبة هو التانية يشيلهم معاك هو دي السرامة اللي أنا كنت بأتكلم عليه إني إنت عايزه يمشي إنت عايزه يمشي بالمظبوط على ليه أنا يدعاء ولا ليه لا ليه جذف الكلامي يا سيتي في زروق قصر بطنه لإيه المصرحة مش عادة كالعيان ما ممكن قوي فاكه يا دكتور عايزك سبعيانين يقول له غير غير عاش أقول له لا ما ينفعش لو عايزك يعني مش عايزه يهير رم العيادة قول له زي تكتر الثاني يغير ودكتور عارف إن الواجب تغلل 600 كلمة الجسم مش هيقدر إيه يحرق بلير مش عشان عامل ما ينطرش منه أنا لا أنا مش عايزك على الحق لأنه حقيقة تحاطة الموعيد صار وضعها دينيا يعني بصي أنا باخدها موضوع ديني بردو شوية معنش ما احترامي هو الأساس أنا لازم يكون عندي ضمير في شغري أنا وعدتك أجب لك 30 طيب يعني فكرة إن أنا ممكن مش مشكلة ما هو الغداء أخليه عاشا أبدل لتنين مع بعض يحس أول أسبوعين ليه طيب يا دعاء وأنا بفهم إيه بفهم العيانين الغداء بقى فيها 600 كارل يعني ما أخذ صدر فرخة وطبع الصلطة وطبع الخضار والرزق ده حوالي كام 600 كارل لو خطم الساعة 9 بليه الجسم قادر يحرام لأ فبيتحولوا ليه ده فيخس بالتغيير لا يغيش أنا بقول لهم بالخبرة يخس أول أسبوعين تلاقي جسم مبتده إيه يسبت يسبت طب أنت شوقتني الموضوع الصور جايب لي صور ناست كنومتين ونصدقين آآ آآ سبع الصور الصور معنا يا شباب ومش عايز أقول لها غرور أنا والله ألاف الحالات وده اللي بيدي مصداقية آآ للايه للمنصومة اللي بيشتغل بيه طيب دي صورة آآ آآ بص عليها كده يا دكتور دي ايه بقى دي خسط ولا قبل فين قبل هي دي نفسها آآ ده في نفس القعدة آآ دي فاطمة آآ خسط من 140 كيلو آآ مع أي حاجة يعني طبعا وهي بس طبعا كان ملتقى كانت كام وخسط آآ خسة حاولي كام حاولي 75-80 داخلنا 8 كيلو 80 كيلو خساسان آآ ما شاء الله في كم في وقت قد ايه دكتور يعني حاولي 7 شهور 8 شهور خلي باك ان انا حاولت حاجة دوعة لو قلتلك ان خسة 80 كيلو في سنتين حتى 62-200 سنتين ماشي آآ بسعين بيزهر مش هكمل سنتين يبقى فيه مصداقينها في شهور فاهمان يا دوعة آآ آآ لأ دميلا لأ طب الصورة اللي بعد كده فاطمة ما شاء الله طيب دي اسراء كانت 140 كيلو اسراء 140 كيلو بقت كم قول الله بقت 65 ده انسانة اخرى ده واحدة تانية ده خلها 80 كيلو لا لا دي خلتها سويا الوش النضارة يعني دي نقطة تانية تتحسب للمنظومة آآ 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 خسة تكام بقى قلتلي كام يعني من مئة واربعين لخمسة وستين حسي بيها بقى خمسة وسبعين طب وهل يعني يعني فيه ناس مثلا تقولك ايه حلوة اوي بقى تمانين يعني مئة واربعين لا اصبع بلونة يتاقى يكفى بيتكمل آآ وفيش مضعفات بطريقة مش هكمل ليه طيب يعني ايه اللي بيكلم مجنوب في المستوى معاقل طبعما الحالة بكل اسبوع بتخس وبصح من غير مضعفات وش عارة بتحسن والبشرة انا بجي لعيان وش عارة صفر بيحمر عندي آآ يعني عكس الدكاتة اللي بيخسر ثمانية كيلو يموت العيان آآ اللي بعده دي دي فاطمة دي كات مئة واربعين كيلو برضو آآ ماشاء الله حاجة وستين برضو ممكن الصورتين جاملوا بعض يا شباب لا فرق واضح والخدود زي ما هي لو خدت بالك الخدود آآ آآ يعني دي آآ اللي اخدو زي ما هي صحيح ها ولا جراحة ولا بنج ولا بلونة ولا قصة دي كلها طيب دي بعد المخصة تتحيق دي كات مئة كيلو لا اتنين وخمسين نزل ثمانية واربعين عشان بنازل بصك يعني هقول لك حاجة دعاء لا 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 يعني دي مسلا مازلها كاتمية كيلو آآ لو رحت الصور تقليدي حان نزل لأي سبعة ثمانية كيلو أولها كفاية آآ مش عارفة نزل كاتمية كيلو عشان بنازل بقيت حاجة 50 دي ولا ايه ده خل على 50 كيلو ده مانيكام من 100 ل 52 عشان المفروض المنظومة اللي عندي بتنازل 50 كيلو فاشغلت على المنظومة 50 كيلو وجابت ال 52 كيلو آآ يعني انتش فاهمة قصدي ايه لا 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 وفي نفس الوقت لا لا ده ستايل وجسم وما فيش رهرطة يا دقو وانت بتعمل ايه في الرهرطة ايو يعني تعمل اين يعني يعني الجلد ده بيروح فين بتوضيفه يعني مخيو جنب لا والله بجد ما عشان شغولة انت عارفة شغولة الجلدية اه يعني بتندي كلمات اه طبعا يعني فيه منظومة عندي كاملة بدي الكريم اللي فيمنع اعتراراته السلوليت بدي حتى اللوشنز اللي بيغز الشعر الدول اللي بكتبه المواد اللي بستختمها كلها فيتنس سواء كان بتكسر دون او تيفر الشي او تزود الحر وفيه دولة بكتبه كمانا حاسمها فات بلوكر يمنع جسمي يكون ايه ادوية وفكرتيني الأدوية خاصة بي انا المنظومة العلاجية خاصة بمجل زاتون اللي بيدعو الايام دي بينزولوا فيديوهاتي انا وانتي والكلام ده اه في فيديوهات لنا قديمة بيقولك احنا الوكلاء الموتمدي الوكلاء بتعوى بمجل زاتون واحنا الفريق الطب بتاعه وببيع ادوية كده ما عرفش اصلها ولا فقال غير مسؤولة عنها تماما اه اه درجة انها عيانا كلمتني في الايادة بش كانت كتب بتقوله انا خبت دورة بش عبت من دكتورة اسمها ايه معلنة معلنة ودورة ده كل ودود واسوسه بتاعه فالله اعلم مين ده اولا دكتورة بيش موجودة عندنا ودكتورة مجل ما ببيعش ادوية عن نت ولا قصة دي كلها قصة كده عندنا صور تادي لا لا ده انت مدلعنا خاصة دكتورة النهار دي ايه هويته مفروضك تكتب بالك معي النهار ها هويته دي خاصة من مياه وده كان عندها سيفيلي وداتخذان سيفيلي إلي تعرف لنك تئب حي اه الله 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 وهويته هما طبعاً موافقين ويديناك الصور وعارفين اللي عنح بحب اه الى انه غاير تفعل حياتهم دي كان عندها دي فراع اه كان سيفيلي وتاخد اتبار يعني اسم بيصغر عشرين تلاتين سمات توقته نازل برضو عن 90 كيلو هنا وزنها 65 كيلو برضو اه تلاتة وستين. ايوة. هي خلاص هي مكان بيشتغل كسر دول. وانا مش مكان انا بسح. طيب. احنا انا على اللي عرفوا ان الناس بتخص الاوزان التقيلة دي تقوم من نازلة مهبودة هبدة كبيرة. وتيجي بقى عند الايه من تلاتة وستين لستين تموت بقى. ما تحرفش يمزقين. يعني هو بصي. لا واقولك حاجة. دي ما شوفها كتير. يعني ممكن حديث يدوره بين بين العينين بتوعها. دكتور ماجد. انا مثلا تجي دي مثلا زيه واي ده مثلا. فون اقزام بل وصلت مثلا من 150 ل80 مثلا. وتلاقي مثلا في اسبوعين كده معدل حرق ده. فتقول يا دكتور ماجد ده 50 كيلو جسمي وقف. انا استحالة. التزامك اللي قال. اه. بصلت الكلمة. التزامك اللي قال. انت كده ما وصلت 50 كيلو. بيقفش المرضى على طول. لا خبرة ما هذه الخبرة. يعني ب نصي انا عايز اقولك حاجة ايه. الفاكرة كنت تقول ايه. انت كانت ايه تقولك ما كانتش حكمة لأصباطة. لا يا ظهر. لا لا لا. ده لا بخرر العينين بيخروا بعد كده. اه. معايا. يعني فقول لانت زي مكلال. ارجعي. اصلا كلام واقع. يعني خلينا واقع ايه. لو اخدت نص رغيف بلدي. مع بضايا الساعة تسهر. وفاكها بعد دفتار بساعتين. وخيار وجزر كل ساعة. وشوات خضرها عمال. نص رغيف بلدي. اه بش رابع كمان. انا زويت عن زمان باع. طب كويس والله. عشان رغيف صغر بس فوق. اه. صح. تمام. اه. والساعة ترى ده شوات خضرها على مية مش على شهرب. او صد رفع الخوار عشان كوبايز زيدي مش هتخسي. لا طبعا هتخسي. 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 اه طب. بس صورك ايه. هنا ضحر وسند وصبورت. يعني هو الفكرة كلها اللي بس ما حجاز من العيني. هو الطاقة الايجابية اللي ممكن بديها. هتخسي 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 هتخسي. طب عندنا صور تاني والله. اه. ده انتو ده ايه اللطفة دي. دي ايه بقى. دي اه. بص هي يعني حبيبت قلبيت. اه. بس امتش اقول ما داشت اقول اسمها. انا قلت لي دي حبيبت قلبي خس من تسعين. اه. لستين في تلات شهور. ما شاء الله. قلت لي بس احطي لنا اقدرها دكتور ماجد. اه. معايا. ما شاء الله. من تسعين انتك دي تلاتين كيلو. لتلاتين كيلو. بس بارو ده حجاز زي ما هي. افتغط شهور. هو هو على فكرة كتير ده الواحد بيبعز ي خس خمسة ستة كيلو بيت وعاينه. لا 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 ما فش مشكلة عندي. بس اسمها كلاه. مش اسمها. اجلي قاهر ليها. والله ما عندي عقد نفسيه بطالها عين قدم هي حسن التوجيه وحسن الارشاد. طي. في تاني. في تاني مش عارف. اهو. ده اول رجل معانا. عاجل حما جلال. ما قلت السيدات اللي عنودهم الاول. ها. الله 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 الله. ده من مئتين وتسعين كيلو. لخمسة وتسعين كيلو. مئة تنين وتسعين. دخل علامتين. لخمسة وتسعين. ما شاء الله. ما غير جراحة بس ويبقى بس عنده الرغبة ويسيبني اوديه ويلتزم بالتعليمات اللي حضرتك بتقولها والله مش تعليمات اللي انا بحبها قلنا الميزان اللي بيحبها انا عايز انا زلك بسرعة وبصحة من غير مضعفات ما ترجعيش لانت خساس شكل يبقى بسرعة وده اللي بحققه فعلا بس مع الناس الملتزمين ما عرفش اقولها ازاي طيب احنا عايزين نسخن كده نسخن كده بما اننا ان شاء الله يعني حضرتك تبقى مكمل معانا وتبقى ليك فقرة ان شاء الله سبتة في اخر النهار ان شاء الله عايزين نبتجي نسخن كده ودينا التعليمات اللي الناس بتجي تسخن بيها معانا وبعد كده ان شاء الله لو دكتور ماجز يعني قدر لي انه يبقى معانا هننزل رجيمان لك دعاء بصي انا وانتي استفاد يعني نفيد اه انا مش عايزة ياخد انا عايزة فيت لا ان شاء الله خيد الناس والناس تمشي معانا على كل اسبوع بنزل كل اسبوع رجيم الاسبوع يا دعاء انا مش عايزة اقولك اما بيجي لعيان ورب الكعبة هو اكشف واحد بيجيبوا عائلته كلها يدخل معاه بكشف عالك كل اي خدوا بقال انا تبقى سعادة ليه انا بالضبع سعيد سريعا سريعا عشان احنا خلاص سعود بيطاقيت المياك انا احكلم كلام عام ادينا كده واحدة انت لات واجبات نشيش واجبات عشان السكر ما يهلش معاد الحياة ما ضعفش ما يحصلش امساج ما فيش ناصف فيتامينات نفط كمان بعد الفقار اربح حاجات يجيبوا لعشرين كيلو في شهرين أو تلاتين كيلو مواعيد الاكل بدري عدم الصهر بليل مطلقة شرب المياه لو فيها لاج نجح ببدوه مواعيد الاكل بدري افطر غدا عشر تسعة تلاتة تسعة نا الساعة اذا اول ساعة مش مشكلة حلوة اوي تمام اما يفطر الساعة اتناشة وغدا الساعة خامسة ما حكيتش حد فيه منازل جرام واحد طيب ماشي واللي بيشتغل وبياخده العلب ياخد اكله معا يحب نفسه زي ما يحب شغر حلوة اوي يحب نفسه والمية تلاتة لتر مية في اليوم لا ده لس فاكهة بعد كلها بساعتين والفاكهة المسموح بيها معايا ولا كانت لوب غلطة حيوقف اللزان لا ده احنا هنعمل حلقات للفاكهة دي الوحدة طيب خلاص ماما وايه تاني اكتب حاجة تلاتة خيارات وجزرايا اه او تلاتة بروكلي وايه وجزرايا ايه وجزر مهم حاسمها البيتاكاروتين مضاد الأكساد وده اللي الفاصل اللي بخلصه الكميدي كلها والوش زي الفور تمام شرب المية ده اقل عن تلاتة لتر مية الاكل كله بجيدي عن السنة والزيت ده دي كده تسخينة كده مع دكتور ماجد زاتون انت تشرفني يا دكتور دايما بحضورك معايا بشكرك شكرا جزيلا على وعد بلقاءات اخرى متعددة بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة تشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله سلام عليكم